زي ما شفنا تقرير اكتر من رائع وكلام رائع جدا من حسين الشحات وفعلا احساس لعيب حسس بالمسئولية الملقاة على عاتقه برغم الصعوبات زي ما قلنا الفترة ديت ولكن تحس ان حسين الشحات بيتكلم بلسان لعيبة النادي الاهلي وكلام من القلب طالع داخل قلب جماهير النادي الاهلي تعالوا نخش في تفاصيل اكتر عن البطولة ونستعرض مع حضراتكم دلوقتي الفرق المشاركة في المونديال الانديا 22-22 كابتن اسلام الاهلي المصري الجزيرة الاماراتي برأي التاهيتي مونتيري المكسيكي الهيال السعودي بالميراس البرازيلي وشيلسي الانجليزي اكيد هكابتن اسلام فرقة قوية جدا طبعا كل الفرقة اللي انا بنتكلم عنها شفت الهيال السعودي بيعمل ايه شفت الناس اللي بيجيبها 3-4 فرقة بسم الله ما شاء الله بيمشي ده عشان يجيب ده وبيعمل شيلسي طبعا نادي من اهم واكبر الانديا في اوروبا وفي العالم كله الحقيقة كلها هتبقى اعتقد هتبقى مباراة صعبة جدا